طيب نبتدي بقى حضراتكم كالعادة بأخبار النادي الأهلي المختلفة مبارح الفريق الأول لكرة القدم خاض تمرينه على ملعب مختار التيتش طبعا استعدادا لمباراة الجونة بكرا إن شاء الله يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مطورة الدور الممتاز قبل ما ينطلق التمرين فيتش موسيماني عقد محاضرة نظرية مع كل اللاعبين بالإضافة طبعا إلى أنهم خاضوا تدريبات بدنية بعدها ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة طبعا الأهلي بيستعد لمباراة الجونة بعد ما حقق الفوز على فريق المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين يوم الجمعة اللي فات على ستاة ديسكندرية وبكده يكون الأهلي بيدخل هذه المباراة وفي رصيده 72 نقطة جمحها على مدى 32 جولة بعد ما حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في تسع مباريات وكان فيه طبعا من نصيبه الخسارة في مواجهتين يعني في الأول وفي الآخر هنقول نوسم شق جدا ويعني زي ما بتقيل أبساند داونز وسلبيات وإيجابيات وحاجات كتيرة جدا يعني موسم مختلف إلى حد كبير مضغوط جدا صعب جدا ما شفناش زيه في العالم كله لو هنتكلم يعني بجد أنا عايزة حد من حضراتكو يدخل دلوقتي حتى يقول لنا على تويتر على إنستجرام على أي حاجة خاصة به البرنامج يقول لنا إيه اللي حصل دا يعني حصل فين قبل كده اللي حصل دلوقتي أو اللي بيحصل دلوقتي سواء في الموسم اللي فات أو الموسم دا حصل فين مع فريق فين قبل كده في العالم يعني مجرد معلومة فشيء طبعا صعب جدا نتمنى أنه لا يقرر مرة تانية بس خلينا برضو نطمن حضراتكو على المصابين من لعبي الفريق الدكتور أحمد أبو عبلا كان طمنا رئيس الجهاز الطبي للفريق قال إن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز خلاص من الناحية الطبية بعد انتظامه كان في التدريبات الجماعية وتعافيه كمان بشكل تام الحمد لله من إصابته في العضلة الخلفية ودي الإصابة لكلنا عارفين إن هي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية وخضع كمان لبرنامج تأهيلي كان تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي محمد شريف كان شارك في جزء من المران قبل مباراة الأهل أمام المصري وبعد كده انتظم في المران الجماعي بالأمس وشارك كمان في المران كاملا ودلوقتي أصبح جاهز يعني تبديا تحت تصرف بقى الجهاز الفني في المرحلة القادمة عصعيد برضو التاني الجهاز الطبي للفريق قال إن حمد فتحي اشتكى من إجهات كان في العضلة الخلفية وبيخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه بقى للمرحلة المقبلة طبعا زي ما احنا عارفين حمد فتحي كان شارك في مباراة المصري وتم استبداله بعد كده وخضع بعدها الفقصات الطبية بس أكدت إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وإن شاء الله يعني يقوم بالسلامة كمان فيتسو موسيماني منح راحل أيمن أشرف ولحسين الشحات من التمرين الجماعي بالأمس طبعا الكلام ده بيحصل وفقا للبرنامج اللي بيقوم بتنفيزه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة طبعا زي ما حضراتكم عارفين ضغط المباراة المتتالية من ناحية تانية كان فيه تدريبات إضافية لسباعي الفريق رامي ربيعة وصلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود وناصر ماهر وقاليو ديانج كلهم خادوا تدريبات إضافية عقب نهاية التمرين الجماعي وكان فيه فقرة خاصة للتصويب على المرمى والكرات العرضية الكلام ده تم تحت إشراف كابتن سامي أمصان المدرب المساعد للفريق يعني برضو خلينا نقول لحضراتكم إن الفريق إن شاء الله الساعة سبعة ونص حيسافر يعني لي الجونة والمطش حيكون غدا الساعة تسعة زي ما احنا عارفين ومفروض كمان إن الفريق عمل النسحة التبية سواء لي مباراة الجونة أو لأسوان فنتمنى إن شاء الله خير ونتمنى أهم حاجة كريمة ما يكونش فيه أي إصابات تانية خلاص يعني كفاية اللي هما فيه حقيقي الفريق من كل الجوانب وفي نفس الوقت أنت بتتكلم إن خلاص يعني اللاعب ما بيعودش 48 ساعة ويرجع يلعب تاني زي ما بقول لحضراتكم ده ما بيحصلش في العالم خلاص